ورجعنا لكم وحلقة ليلة القمة في الأهل خط أحمر وإن كانت ليلة القمة ولكن النادي الأهلي عنده مسألة أيضا مهمة ما ينفعش نفوتها وما ينفعش ما نتكلمش فيها وهو بيان النادي الأهلي اللي طلع تعقيبا على قرارات الوزارة الخاصة بلجنة عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة اللي كانت بتحقق في قضية استضافة نهائي دوري الأبطال في اتحاد الكرة بناء على شكوى النادي الأهلي والأحداث اللي عشتوا معانا فيها الفترة اللي فاتت بيان النادي الأهلي خرج النهاردة بيؤكد على بعض النقاط بيان الأهلي استعرض مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم البيان الصادر عن اللجنة العليا لبحث الشكاوى القصة بعدم الشفافية والفساد مزارة الشباب والرياضة التي ضمت بعض السادة المستشارين من أعضاليات القضائية لتحديد المسئولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية وما ترتب على ذلك من إخلال مبدأ تكافؤ الفرص وحسم البيان وهنا بقى النقاط المهمة حسم البيان أن المسئولية تقع كاملة على الاتحاد المصري لكرة القدم لكن دون الإشارة في البيان إلى كيفية استعادة النادي الأهلي لحقوق المشروعة في هذا الملف والتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق به هنا بقى رسالة النادي الأهلي وعليه وبعد أن كشف البيان وبشكل قاطع عن كافة الملابسات بمنتهى الشفافية وحتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مع أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري في المستقبل ينتظر النادي الأهلي وجماهيره وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهاد ذات الإختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية والإعلان رسميا عن محاسبة المسئولين عن الإهمال والتقصير بخصوص خطاب الكاف والذي ترتب عليه إخدار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل النادي الأهلي وطمأنت المؤسسات الرياضية على كل تعاملاتها مع اتحاد الكرة وفي ذات الصياق كلف مجلس الإدارة اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات كشف حساب واضح يا أسامة عندك بتحدد مين المسئولية بتنتظر النتائج بتقول أن انت هتتحرك أيضا قانونيا ولن تفرد في حقك ومستعد تروح لآخر المدى لحفاظا على حقوق اهدرة للكرة المصرية ليس فقط الندي يمكن يا فارس كنا هنا في القالقة أحمر من أسبوعين كان لنا الصبق في الضغط على فكرة الخطاب اللي راح من اتحاد كرة القدم للوزير واستشهدنا بكلام الوزير نفسه وقلنا أن الوزير بيقول أننا جالي تنظيم ثلاث بطولات منهم بطولة نهاء الكنفدرالية ومفيش خالص أي شيء جالي بخصوص نهاء دوري أبطال أفريقية أعرضنا الكلام ده من أسبوعين ثم بعد ذلك توالت الانفراضات من زملائنا في الميديا والإعلام سواء على السوشيال ميديا أو في القنوات الفضائية وتم استعراض خطاب بخمس نقاط من أصل سبع نقاط أو سبع بطولات كان المفترض خطاب الكاف للاتحاد المصر للكرة القدم القضية واضحة جدا المدان واضح جدا أنا شايف أن لابد حاليا تبعا لبيان النادي الأهلي اللي هو الكلام المنطقة الطبيعة جدا يا جماعة إحنا قلنا كلام في مؤتمر صحفي وعقدناه وذكرنا الأشخاص بالأسماء وقلنا المواقف موقف موقف فما فيش حد طلع قدر أن هو يكذب موقف واحد من اللي الكابتن محمود الخطيب اتكلم فيه في المؤتمر الصحفي طيب ويزارة الشباب بالرياضة اللي تقدم لها الشكر من الكابتن محمود الخطيب في المؤتمر قالت خلاص فيه لجنة تحقيق وتفتيش لجنة تحقيق وتفتيش وصلت لما تم سرده في مؤتمر النادي الأهلي إذن الإدانة واضحة فين القرار اللي المفترض يتم عليه محاسبة الشخص المسؤول عن هذا الخطأ والنادي الأهلي ما زال مصر وبيؤكد أن الأمر ده متعلق بمصر قبل النادي الأهلي أنت كدولة مصرية فقط مدخلات كانت ممكن تدخلك من خلال تنظيم النهائي ده بسبب اللي بيتقال عليه خطأ جرمتعمد لا خطأ مقصود في النهاية فارس تمت لجنة التحقيق ووصلت للنادي الأهلي أعلنه ووصلت كمان أن المفترض أن فيه اجتماعين لمجلس الإدارة في شهر فبراير المفترض كان الخطاب ده يتم تناوله لم يتم تناول الخطاب في اجتماعات مجلس دارة اتحاد قرارة القدم السؤال بديه هو ليه مش بيتحاسب المسؤول عن الخطأ؟ لا هو قبل المحاسبة وفيه سؤال كمان بديه هو ليه أنت كاتحاد كرة قدم في المؤتمر اللي عملته كان فيه قضيتين بتشغل الرأي العام المصري الرياضي وبالعكس ده تكشوف كل البرامج حتى غير الرياضية تناولت ده كان عندك قضية استضافة النهائي وقضية كابتن إيهاب جلال زي ما قولنا هنا ودايما بنفرق ما بين الأمور قضية نسبية فيها اختيار مدير فني تحتمل الصحاب والخطأ وقضية لا تحتمل فكرة النسبية بل هو خطأ مطلق عن عام طيب جينا زي ما أسامة قال لكم أن الوزارة طلعت بيان قالت أن في جلستين الجمعية العمومية يوم 15-2 ويوم 28-2 ويوم قصدي 21-2 اللي كانوا قبل المؤلة النهائية في نهاية فبراير أن أنت تتقدم للاستضافة ده ما حصلش وما تعرضش على مجلس إدارة الاتحاد أن هو يستضيف أو ما يستضيفش والخطاب ما تعرضش إذن هنا عندي شأن واضح كنت أنتظر من الاتحاد المصري لكرة القدم على الأقل وكابتن حازم إمام واقف وهو اتحط في واجهة المشهد عشان يخاطب الشارع الرياضي المصري أنه هو يخرج علينا باعتزار داخل المؤتمر واضح وصريح للنادي الأهلي اللي أديره ضررا كبيرا ويتقال يا جماعة نحن نعتزل للنادي الأهلي نحن سوف نحاسب نحن سوف نعرض المخطئ وحيكون في أي تقصير حنقفله ولكن على الجانب الآخر يا أسامة بنشوف صمت غريب جدا وتجاوز ولا كأن النادي الأهلي ليحقوق ولا كأننا في أزمة رياضية شغلت الشارع المصري واعتقد النادي الأهلي لم يكن أبدا مقبول أنه يقابل بهذا القدر من التجاهل بص النادي الأهلي يا فارس بيقدم في الأزمة أزمة مباراة النهاء دي يعني مؤسسة احترافية بتحترم مؤسسات الدولة بتحترم كمان حقوق كل مؤسسة في أنها تدير المنظومة بما لا يأتي بالنادي الأهلي بظلم يعني إيه؟ يعني أنت كالتحاد قرى أنا مش بتدخل في شأنك أنا عايز يكون فيه لوائح ما بيننا وفيه شفافية ما بيننا في التعامل وجيت اتكلمت مع وزارة الشباب والرياضة بوضوح وشكرت وزير الشباب والرياضة بمنتهى الوضوح على دوره اللي قام به وقلنا خلاص فيه لجنة هيتم التحقيق النهاردة النادي الأهلي بيصدر هذا القرار وبنأكد لأن الموضوع لا خبر ولا بيان الموضوع قرار واضح وصريح من مجلس إدارة النادي الأهلي بنفس احترامه لمؤسسات الدولة من لجنة التحقيق ونتائج لجنة التحقيق بيطالب بمحاسبة المسؤول النادي الأهلي سيستمر في قضيته لأن قضيته عادلة وقضيته عادلة مش بس لصالح النادي الأهلي احنا هنا اتكلمنا من اسبوعين وقلنا ان المباراة نهاية انتهت البطولة الأهلي فقدها لكن النادي الأهلي وجوده في المؤسسة الرياضية المصرية مش فقط من أجل تحقيق البطولات ولا حتى في مؤسسة أو منظومة كرة القدم الأفريقية من أجل تحقيق البطولات بل منح إضاءة منح نقاط تقدر تمشي عليها ككاف أو اتحاق كرة القدم المصري والكابتن محمود الخطيب تحديدا وهو بيطرح رؤيته لكرة القدم الأفريقية ما خدشي قوة النادي الأهلي ان هو النادي الأكبر في أفريقيا فبالتالي من حقه ان هو يقول قرارات او ان هو يقول حاجات مصابها بالعكس ده طلب فيه أمور بسيطة جدا ست نقاط وقال جملة واضحة جدا قال احنا طبعا مش احنا اللي بندير الاتحاد وهم أو الكاف وهم اللي قادرين بده لكن احنا بنقول من دورنا كنادي أهلي ست نقاط للتنوير وده احترام للمؤسسات طبعا ده معانا على الشاشة تاني قرار النادي الأهلي هنقرأه تاني ده قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص بيان لجنة عدم الشافية والفساد بوزارة الرياضة بنستعرض تاني البيان وبنقرأه تاني البيان لأننا بنأكد على حقوق النادي الأهلي أو القرار اللي صدر من مجلس إدارة استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم البيان الصادر عن اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة والتي ضمت بعض السادة المستشارين من أعضاء الهيئات القضائية لتحديد المسئولية القانونية عن إهدار فرصة مصر تاني لتحديد المسئولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية لدور الأبطال وما ترتب على ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين ممثل القرى المصرية ومنافسه وحسم البيان أن المسئولية تقع كاملة على الاتحاد المصري لقرة القدم ده مش كلام النادي الأهلي ده كلام لجنة التحقيق لكن دون الإشارة في البيان إلى كيفية استعادة النادي الأهلي لحقوقه لحقوقه المشروع في هذا الملف هو ده اللي احنا بنتكلم مع وزارة الشباب والرياضة فين الإشارة لحقوق النادي الأهلي هناخد حقنا كنادي أهلي إزاي التعويد عن الضرر اللي وقع على النادي الأهلي ولحق بعده هناخده منين من أي جهة وعليه ده القرار وبعد أن كشف البيان وبشكل قاطع عن كافة الملابسات بمنتهى الشفية وحتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مع أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري في المستقبل بنأكد تاني على مفهوم النادي الأهلي النادي الأهلي عاوز يرسي مبدأ العدالة على كل الأندية فده النقطة اللي بيتكلم فيها ينتظر النادي الأهلي وجماهيره وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهاد ذات الإختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية والإعلان رسميا عن محاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير بخصوص خطاب كاف والذي ترتب عليه إهدار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل النادي الأهلي وطمأنة المؤسسات الرياضية على كل تعاملاتها مع اتحاد الكرة وفي ذات السياق مجلس الإدارة كلف اللجنة القانونية باتخاذ ما يلزم من إجراءات أعتقد الأمور واضحة جدا ونقطة النادي الأهلي وقضية النادي الأهلي وقرار النادي الأهلي عادل جدا بإرساء العدالة على الجميع وأن النادي الأهلي بيطالب بحقه كاملا وحق الأندية المصرية أن يكون فيه تماؤنينة بينها وبين اتحاد كرة القدم المصري أعتقد النادي الأهلي حط صياق واضح وصريح للقصة أنت تتحدث عن مبدأ المحاسبة والنادي الأهلي لما بيقول المحاسبة بيحط شعار واضح أنت لما بتيجي تفرد نقاط وأن أنت تخرج بتوصيات وأن أنت تتكلم في قرار إذن اللجنة الخاصة بوزارة الشباب اتأقرت أن هناك تقصير من اتحاد الكرة النادي الأهلي بصفته المؤسسية وبصفته القاطرة التي تجر الرياضة المصرية زي ما قلنا ينتظر الإعلان عن من هو المقصر طالما فيه تأثير أقرت بيك جهات الرقابية يبقى طبيعي يتبعه حساب يبقى طبيعي يتبعه عقاب عشان نتلافى ده في اللجنة النادي الأهلي لما بيطلع بقرارات يا جماعة من شأنها الحفاظ على الكرة المصرية بنكون منتظرين أن يكون فيه تفعيل لده لأن الضابط والضامن في كل اللي جاي أن هذا لا يتكرر والنادي الأهلي لا يتحدث عن نفسه تحدث عن رياضة المصرية بالكامل الضامن أن هذا لا يتكرر أن يكون فيه مبدأ السواب والعقاب هو ده الأساس أن طالما انتهينا أن التحقيقات أدانت اتحاد الكرة وأقرت أن هناك تقصير يبقى اتحاد الكرة والجهات الرقابية عليها أن هي تطلع لنا بنتائج هذا المقصر إزاي تم عقابه لأن النادي الأهلي هنا يتحدث في حق لا يخص فقط ولكن يخص الرياضة المصرية ويخص الكرة المصرية ويجنبنا تكرار هذه المأساة من جديد خاصة وأن وزير الشباب والرياضة اعترف بهذه الأخطاء وبالتالي شك اللجنة للتحقيق والتفتيش وأيضا اتحاد كرة القدم طلعوا منهم اللي بيقول لو أخطأنا وفيه اللي اعترف أنهم أخطأوا وقالوا قبل ما يطلع أي قرار للجنة التفتيش أن احنا هنحاسب المخطئ هنا السؤال اللي بيطرحوا النادي الأهلي ما حضرتك منتظر إيه بعد النتائج دي أن أنت تحاسب المخطئ حضرتك الآن بين يديك قرارات أو توصيات من وزارة الشباب والرياضة المفترض اتحاد كرة القدم الخطأ الأول والأخير بيبدأ عندك وبينتهي عندك المفترض تحاسب المخطئ أي كلام من فكرة إن شاء الله وإحنا أسفين وابنعتذر والمرة الجاية مش هتتكرر كلام غير مقبول على الإطلاق من النادي الأهلي وأعتقد قرار النادي الأهلي النهاردة أو قرار مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة واضح تماما